بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن توفقوا للطاعات وأن ترجعوا سالمين إلى سالمين ببركة محمد وآله الطاهرين الله سبحانه وتعالى جعل هذا العالم عالم الأسباب والمسببات فلا يمكن أن يتحقق شيء إلا بسببه لكن تارى الإنسان يعرف السبب والمسبب فإذا حصل شيء ينسبه إلى سببه يعني رجل صار ثري لماذا صار ثري تاجر؟ لأننا نعلم أن من أسباب الثروة التجارة فننسب المسبب النتيجة إلى سببها شاب مات لماذا مات في حادث سير؟ نعلم أن الاستدام قد يسبب الموت فالنتيجة وهي الموت ننسبها إلى سبب معين وهكذا في كثير من القضايا لكن بعض القضايا لا نعلم أسبابها يعني نشوف النتيجة ولكن لماذا حدثت هذه النتيجة؟ لا نعلم إما لخفاء السبب أو لعدم معرفتنا بالسبب قد يكون السبب واضحاً لكن لا نعرف ذلك السبب فحينئذن نقول قضاء وقدر فالشاب مات لماذا مات؟ كان مريض؟ لا صار له حادث سير؟ لا أي سبب من الأسباب المعروفة لدينا ما تحققت؟ لأننا نجهل السبب نقول قضاء وقدر مع أنه كل شيء بقضاء الله وقدره كل الأشياء لأنه في الأحاديث الشريفة لا يقع شيء على وجه الأرض إلا بسبعة يعني سبعة مقدمات لازم تكون حتى يقع هذا الشيء من الأشياء القضاء والقدر والمشية والإرادة إلى سبع أشياء فكل شيء يقع بقضاء من الله وقدره طبعا هذا مو معنى الجابر في أفعال الإنسان لا وإنما معنى ذلك أنه هذه المقدمات لازم تصير أخير مقدمة وهي في الأفعال الاختيارية هو إرادة الإنسان الكثير من الأحيان الإنسان يريد شيء أن لا يتحقق ذلك الشيء يريد بس ما يتحقق لماذا؟ لأن أسباب أخرى منعته فإذا الله سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا لا يتحقق إذا الله لا يقضي بشيء لا يتحقق إذا الله لا يقدر شيئا لا يتحقق إذا كل المقدمات انتهت وتمت فإذا الإنسان في أفعال الاختيارية أراد يتحقق الشيء وإذا لم يرد لا يتحقق ذلك الشيء فعلى كل حال كل شيء في هذا العالم سواء باختيار الإنسان أو لم يكن باختيار الإنسان فهو بقضاء من الله وقدر ماكو فرق بين الأشياء المعلومة السبب والأشياء المجهولة السبب الأشياء المعلومة السبب يعني واحد ابتلي بمرض ثم مات من جراء ذلك المرض نقول مات لأنه ابتلي بالسرطان مثلا لكن قبل هذا الأمر هناك إرادة من الله سبحانه وتعالى وقضاء وقدر ومشيئة وكتاب وأجل هذه الأمور السبعة إذا شيء أهم لا نعرف سببه سببه تحقق أيضا بإرادة وقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى فكل شيء بقضاء من الله وقدر منه سواء علمنا السبب أو لا نعلم السبب بس هناك مشكلة وهو أنه كثير من الأحيان الإنسان يريد يتهرب عن بعض المسؤوليات عندما تحصل النتيجة السيئة ليش؟ قضاء من الله وقدر يعني يلقي باللائمة على قضاء الله وقدره ليتهرب من المسؤولية أفرض سائق مثلا هذا ما نام طوال الليل طبعا الإنسان يحتاج إلى نوم وإذا ما نام قد يستولي عليه النوم في حال السياقة هذا شيء طبيعي فإذا ما نام يوم يوميا وهو ساق فأجت غفوة ونام وصار حادث سير صحيح أن هذا الحادث كان بقضاء من الله وقدر لكن هذا لا يسبب أن هذا السائق ما إلى مسؤولية لا يتحمل المسؤولية إذا يريد تهرب من المسؤولية يقول قضاء وقدر أكو في صحيح البخاري صحيحا للعامة أنه في يوم حنين عمر بن الخطاب انهزم من المعركة الله عز وجل يصف قضية حنين بقوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا إلى أن يقول ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين زين في البخاري يقول الراوي يقول رأيته عمر بن الخطاب ينهزم في معركة حنين يقول سألت أنت ليش تنهزم قال قضاء من الله يعني قضاء وقدر معناه شنو؟ معناه تهرب من المسؤولية الإنسان المؤمن لازم لا يتهرب من الزحف والهرب من الزحف يعني من الجهاد معصية كبيرة ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله لكن إذا يريد يرفع المسؤولية من نفسه واللون من نفسه قضاء من الله وقدر الآن نقول لماذا في كثير من مجتمعاتنا الالتزام الديني ضعيف ما قضاء من الله وقدر صحيح كل شي قضاء من الله وقدر حتى التدينهم قضاء من الله وقدر ولكن هذا لا يرفع مسؤوليتنا عن العمل ليش؟ لأنه القضاء والقدر عندنا صاير حسب التعبير فد بوع بوع يعني فد شيء كل أمر مجهول السبب يلقى على عاتق القضاء والقدر مع أن القضاء والقدر الوارد في القرآن الكريم والروايات معناه جدا واضح القضاء يعني الحكم هذا معنى القضاء في اللغة العربية القضاء يعني الحكم قد يكون حكما تشريعيا كقوله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَاً يعني شنو وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ يعني حكم لكن هذا حكم تشريعي الحكم التشريعي معنى أن الله سبحانه وتعالى يريد تحقق هذا الفعل من غيره هذه يسموها الإرادة التشريعية ذلك الغير مختار يمكن أن يطيع ويمكن أن يعصي وَقَضَى رَبُّكَ يعني حكم حكما تشريعيا وقد يكون حكم تكويني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ يعني حكم حكما تكوينيا بأن هذه السماء الواحدة لأن أول ما خلقها كانت واحدة هذه السماء تصير سبع سماوات في يومين يعني في مرحلتين فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ قَضَاهُنَّ يعني شنو؟ يعني حكم حكما تكوينيا فالقضاء يعني الحكم نجي إلى القدر القدر يعني شنو؟ القدر نفس الكلمة اللي نستعملها في استعمالاتنا اليومية قدر هذا الشيء يعني حجم هذا الشيء مقدار الشيء هذا يسمى قدر نفس المعنى اللي نحن نستعمله في هذه الكلمة مستعملة القدر يعني حجم الشيء مقدار قابلية الشيء سعة وجود الشيء هذا معنى القدر يعني أفرض من باب المثل إذا طائرة هذه الطائرة مسيرها ألف كيلومتر إذا وضع فيها من الوقود البانزين بمقدار خمسمائة كيلومتر هذه الطائرة إذا وصلت إلى الكيلومتر خمسمائة ونفذ وقودها البانزين خلاص شنو مصير هذه الطائرة السقوط واضح إذا سقطت هذا السقوط شنو هو بحكم من الله أو لا نعم حكم تكويني أن الله سبحانه وتعالى جعل الجاذبية في هذه الأرض فإذا أنت متفر من هذه الجاذبية بطريقة معينة الجاذبية تجذب كل جسم ثقيل هذا حكم تكويني جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض فالطائرة اللي محركها ما يشتغل ولا تفر من الجاذبية شنو نتيجتها؟ الحكم التكويني أن الأرض تجذبها فهو قضاء ولكن مو معنى أنه فاتشي مجهولة فاتشي معلوم هذا حكم تكويني من الله سبحانه وتعالى وقدر يعني حجم هذه الطائرة في الطيران شقات خمسمائة كيلومتر لأن المقدار من الوقود كان بمقدار خمسمائة كيلومتر فإذا خلص هذا القدر هذا المقدار خلاص ينتهي الأمر الطائرة تسقط فسقوط هذه الطائرة كان بقضاء وقدر نعم لكن سلبت مسؤولية مثلا الطاقم أو الذين كانوا في المطار مسؤولين من تزويدها بالوقود؟ لا مع أن سقوطها كان بقضاء يعني حكم تكويني بأن الجاذبية تجذب إليها كل جسم ثقيل وقدر بمعنى أنه حجم الشيء فديوم من الأيام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان جالس بجنب أو واقف أمام جنب جدار فهذا الجدار أراد أن ينقض على وشك الزقوط كان فأمير المؤمنين تنحى عن هذا الجدار فواحد كان قال أتفروا من قضاء الله؟ تشرد من قضاء الله سبحانه وتعالى؟ هذا مثل فتوى بن باز قرأت فيه فتوى محرم حزام السياقة مو هي حزام الأمان اللي يسدوا السواق؟ محرمه ليش؟ لأنه يمنع من قضاء الله وقدره هذا هم العلة إذا الله مقدر لك أنه في الحادث تموت فأنت تخلي حزام هذا يمنع من قضاء الله يتصور أن قضاء الله سبحانه وتعالى مثلا معناه أن الإنسان لا يستعمل أساليب الأمان يقول ليش الحكام يخلون حراس إلهم إذا الله قد قضى بأن يقتلوا فالحراس ما يفيدون وإذا لم يقضي فهذا إذا حارسهم ليكون ما راح ينقتل على كل حال فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قيل له أتفروا من قضاء الله؟ تشرد من قضاء الله سبحانه وتعالى الإمام عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أفروا من قضاء الله إلى قدره أفروا من قضاء الله إلى قدره يعني شنو؟ يعني هناك حكم تكويني أن الجدار إذا سقط على إنسان جسم الإنسان ليس حديد جسم الإنسان من عظم ولحم ودم إذا حيط وقع على الإنسان شنو يصير؟ إما يموت إما ينجرح هذا شي طبيعي هذا حكم تكويني أن هذا العظم واللاحم ليس له قدرة لمقاومة جدار ينقض عليه فأني أخرجت نفسي من تحت هذا الحكم التكويني ليس معنى أنه أني عارضت قضاء الله سبحانه وتعالى لا وإنما رتبت حياتي بطريقة تكون القوانين الطبيعية غير مضرة بحياتي قوانين طبيعية فررت من قضاء الله إلى شنو؟ إلى قدره لأن جسم الإنسان إلى مقدار هذا المقدار للحياة يعني الإنسان إذا استعمل جميع وسائل الوقاية والصحة يعيش ألف سنة؟ لا عمر الإنسان محدود مئة عام هذا أقصحات إذا هو يتجاوز المية مئة وخمسة مئة وعشرة مئة وعشرين بعد أكثر وهذا أخو ما يصير إذا جميع وسائل الوقاية والوسائل الطبية ساعدت جسم الإنسان إلى مقدار محدد مو فقط الإنسان جميع الموجودات الحية طبعا كل حيوان أو كل موجود قدره معين قد يكون أكثر وقد يكون أقل بعض الحشرات حياتها أسبوع أو أسبوعيا يقولون البق مثلا يعيش أسبوعيا بعض الحيوانات تعيش مئة سنة مئتين سنة بعد أكثر من هذا ماكو فالإنسان أيضا له قدر يعني جسمه إلى قابلية للاستمرار في الحياة إلى مقدار معين حسو إذا الله شاء يطول عمر واحد مثل نوح عليه السلام ذاك مربوط بمشيئة الله يعني خارج عن القوانين الطبيعية وإنما قانون آخر جعله الله سبحانه وتعالى الذي جعل هذا القانون الطبيعي جعل قانون آخر هو استثناء لكن بحث آخر لكن معنى أفر من قضاء الله إلى قدره يعني هناك قانون تكويني بموت الإنسان أو جرحة إذا سقط عليه جدار أنا خرجت نفسي من تحت هذا القانون التكويني وأنتظر مدى حياتي لأن هذا الجسم له قابلية للحياة إذا شاب مات في حادث سير لماذا مات؟ إذا ما كان يصير إلى حادث سير كان يستمر في الحياة لأن الجسم له قابلية للاستمرار فأفر من قضاء الله إلى قدره فعلى كل حال معنى القضاء والقدر ليس ذلك المجهول الذي كل نتيجة لا نعرف أسبابها نلقيها على عاتقه وليس معنى التهرب من المسؤوليات كل واحد من عندنا له مسؤوليات مسؤوليات تجاه ربه مسؤوليات تجاه الناس الآخرين أسرة عائلت المجتمع مسؤولية تجاه أي شيء الله سبحانه وتعالى جعل مسؤولية للإنسان تجاه ربه بالعبادات وإطاعة الله سبحانه وتعالى ومسؤولية تجاه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله هو الاعتقاد بنبوته والالتزام بتعالمه أطيع الله وأطيع الرسول وبالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام الاعتقاد بإمامتهم وإطاعتهم كما قال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم يعني الأئمة فقط لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بإطاعة شخص إطاعة مطلقة وذلك الشخص ليس بمعصوم لأنه إذا كان أطيع أولي الأمر منكم يعني يشمل غير المعصومين الآية يكون فيها تناقض يقول أطيع الله أطاعة الله مطلقة وأطيع أولي الأمر منك إذا أولي الأمر أخطأ أو أذنب أطيع لو ما أطيعه إذا أطيعه يصير مخالف لإطاعة الله سبحانه وتعالى فالآية تكون متناقضة إذا ما أطيعه معنى أنه أطيعه للأمر منكم ما صار مطلق مع أن الآية بشكل مطلق تقول أطيع الله وأطيع الرسل وأولي الأمر منكم فهذا معنى أن هذا الأمر معصوم لا يخطئ فدائما أوامره تتطابق مع أوامر الله سبحانه وتعالى بحيث أن إطاعته تكون إطاعة الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة إلى مسؤوليتنا تجاه ربنا وتجاه نبينا وتجاه الأم عليهم الصلاة والسلام مسؤولية عندنا تجاه المجتمع مسؤولية عندنا تجاه الأسرة إذا واحد أبناء ضاعوا مرة ما مقصر معذور لأنه التربية الصحيحة مو معناها أنه تصنع المعجزة التربية الصحيحة سبب قد هذا السبب ما يأثر لوجود موانع مثل ابن نوح نوح هو ما قصر في تربية ابنه لكن كانت موانع مثلا لكن إذا واحد قصر في تربية أبناءه هذا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يقول قو أنفسكم وأهليكم نارا المسؤولية الإنسان عنده تجاه أهله تجاه المجتمع الإنسان مو معناه يقول الآن يكون خوش إنسان إنسان مؤمن متدين كذا ما علي بالآخرين لا عندك مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شنو هو مسؤولية يعني إذا رأيت رجلا أو شخصا يعمل منكرا طبعا ضمن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تقول آل ما علي لا أنت مسؤول الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية كل إنسان طبعا ضمن شروطه وضوابطه المذكورة في الفقه إذا في الحديث الشريف إذا واحد تخلى عن مسؤوليته فإذا واجهته مشاكل السبب منه يعني إذا واحد لم يحسن تربية أبناءه فانحرفوا بنو يتحمل المسؤولية هو وبنو يضرر اجتماعيا ومن حيث السمعة ومن حيث حتى الآخرة هو يضرر إذا إحنا ما أمرنا بالمعروف وما نهينا عن المنكر منه يضرر في الآخرة نحن نتضرر لأن نترك الواجب في عقاب وفي الدنيا أيضا نفس الشيء في الحديث الشريف لتأمرن بالمعروف تأمرون مؤكدة بالنون الثقيلة لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو يعني إذا ما أمرت بالمعروف وما نهيتم عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم هذا قانون طبيعي أنه إذا المجتمع خلى من الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر التقويم الصحيح إذا خلى منه النتيجة يصير سيطرة الشرار أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب المؤمنون يدعون الله لا يستجيب لهم مع أن الله وعد بالاستجابة أدعوني أستجب لكم ولكن بشرط أن يكون الإنسان يدعو عن الطريق الذي أراد الله سبحانه وتعالى إذا واحد جلس في داره يقول يا رب ارزقني اللهم يرزقه الله يقول اشتغل وأنا أرزقك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بس مو معنى أن تجلس في بيتك أو واحد يجلس في بيته يقول يا رب ارزقني ولد وإخوة الله يقول لها اتزوج بعدين أرزقك ولد أو واحد يقول يا رب ارزقني علما الله عز وجل يقول لها روح ادرس ثم أرزقك علما لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا كما ذكرنا دار أسباب ومسببات نعم بعض الأحيان الأسباب خارج عن إرادة الإنسان واختيار الإنسان يعني الإنسان يحاول يسعى ما عليه يؤديه لكن أكو بعض الأمور خارج عن اختيار الإنسان هذه الأمور الإنسان يكلها إلى الله سبحانه وتعالى ويعبر عنها بالتوكل التوكل يعني شنو؟ التوكل معنى أن الإنسان يجلس في داره ولا يعمل شيئا لا أد ما عليك وما كان خارج عن اختيارك خارج عن قدرتك هذا الأمر توكل على الله فيه يجعل الله سبحانه وتعالى وكيلا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تطلب منه أن يهيئ ذلك السبب يعني مثلا إذا سائق اركب فيه سيارة لكن هذه السيارة فيها عطب ما مصلحها ما شايفها الميكانيك زيان إذا هذه السيارة صار فيها حادث السبب من عنده وهو يلام لكن إذا سيارة ما فيها يعطب سيارة جديدة متخصص الفنهم معطي إجازة وهذا السائق مجيد في فن السياقة ويسوق بدقة لكنه لا يضمن أنه السائق الذي يأتي من أمامه ذاك السائق لا ينام من بعض الأحيان يصير الإنسان يصير حادث سير شنو سبب حادث السير أن أحد السائقين خالف القانون السائق الثاني ما مخالف لا يمشي فيه طريقة لكن صار حادث بدون اختيار منه ولعله يجرح أو يموت هنا دور التوكل يعني اعمل ما عليك ثم توكل على الله اللي الأسباب غير الإختيارية الله سبحانه وتعالى يرتبها إليك فبناء على ذلك نحن علينا أن نعمل بتكليفنا نعمل بوظائفنا نعمل بما أراده الله سبحانه وتعالى مننا أكو أمور خارج عن اختيارنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى فيها أكو بعض الناس لا يأمر بالمعروف لا ينهى عن المنكر لا يعمل لا يبلغ قل ليش كل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يظهر وهو يصلح كل شيء كل صحيح الإمام يظهر ويصلح كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى بس هذا معناه أنا مو مكلف إذا الإمام الحجة إن شاء الله باتر يظهر معناه أنه آنها اليوم ما أصلي صلاة المغرب آنها اليوم إذا شفت منكر لا أنهى عن هذا المنكر إذا تكليف واجب في ذمتي لا أأدي هذا التكليف لأن الإمام باتر راح يظهر ويصلح كل شيء هذا مو معنى أنت أدي ما عليك تكاليفك ما تسقط عنك حتى لو الإمام باتر يظهر إن شاء الله تكاليفك ما تسقط عنك نعم أن كل الدنيا يصير روضة هذا مرتبط بظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف بس هذا مو معنى أن تكليفنا ساقط فبناء على ذلك كل واحد منا ينبغي عليه في جميع الظروف أن لا يتهرب عن المسؤوليات أن يحاول أن يهيئ الأسباب بمقدار استطاعته والآية تقول فاتقوا الله ما استطعتم في آية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في آية ثالثة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إذا أدى ما عليه فحينئذ يكون ذمة بريئة أمام الله سبحانه وتعالى وحتى في الدنيا الله سبحانه وتعالى يهيئ له العيش الكريم وإذا ما أدى تكليفه في الآخرة في عذاب في الدنيا أيضا في عذاب نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر